موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم اعلن مجلس جائسة شنقيط الجمع عن فتح باب استقبال التراشحات لنيل جائسة شنقيط في مجالات الدراسات الاسلامية والعلوم والتقنيات والاداب والفنون للسنة الحالية ويستمر ايداع ملفات تراشح حتى نهاية مارس المقبل لدى الامان الدائم للمجلس وعبر ارسالها الى بريد رئيس مجلس الجائزة تتكون كل جائزة من شهادة تقديرية وميدالية ومن حمالية قدر خمسمائة الفوقية طالب الاتحاد الوطني طالبة موريتانيا بتوفير بنية تحتية الالكترونية تواكب الازمة الصحية الراهنة وتوفير الخدمات الادارية والتربوية عن بعد واضاف الاتحاد ان السمة المشتركة بين موجتي وباي كورونا كانت عدم الجائزية وضبابية الرؤية في كافة المقاربات الوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الجائحة داخل الحرم الجامعي وادع الاتحاد كافة طلاب للتقيد بالاجراءات الاحترازية الموصى بها لضبان سلامتهم والحد من انتشار المرضي في اوسطهم اصرى الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الازواني في بروكسل مباحثات منفصلة مع كل من رئيس المجلس الاوروبي والامن العام لحلف شمال الاطلس الناتو وتناول اللقاء بحسب الوكالة الرسمية للانباء لعلاقات ثنائية وسبول تعزيز التعاون بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو من جهة وبين مجموعة الساحل والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو من جهة ثانية اعلن المتحدث باسم نقابات الحمالة في ميناء واكشوط المستقل حبيب الله البلال عدول عن اضراب شامل كان مقررا تنظيمه مطلع الاسبوع المقبل وجاء حديث البلال خلال مداخلة له باليوم التشاوري لنظمة ادارة الميناء امس الخميس حيث اكد ان الحمالة يلتزمون بالعودة الى عملهم ويعطون فرصة لحل مشاكلهم بشكل جدري وشارك في اللقاء وزير التجهيز النقر الموريتاني محمد والمحميد اشراف وزير الداخلية محمد سامي المرزوق والمنذوب العام لتأذر محمد محمود بوعسري الخميس على تقيع بروتوكول شاركة بين كل منذوبية التأذر وزارة الداخلية ورابطة العمد الموريتانيين وستتولى البلديات بمجب البروتوكول تحديث الانشطة وفقا للتوجهات التأذر عبر استمارات خاصة تشمل المعطيات الضرورية حول المستفيدين وطبيعة حاجياتهم وخطة التنفيذ يمكنكم شاهدنا كرام متابعة هذا الموجهز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة وجديد الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الاترنت واهرين على الشاشة السادسة ونص تتابعون حلقة جديدة من برنامج المشهد في التاسعة نشرة لخبارية المفصلة السلام عليكم اشتركوا في القناة